السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون مراجعة تراكمية للفصول 1 و 2 و 3 للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول السؤال الأول يعد الطالب مجموعة الدوائر ثم يضلل عدد الذي يمثل عدد الدوائر طبعا نقوم بعد هذه الدوائر كم عددها 1 2 3 4 إذن عدد هذه الدوائر عددها 4 الخيار الصحيح هو 4 نقوم بتضليل الخانة التي تحت الأربعة ننتقل الآن إلى السؤال 2 يعد الطالب عناصر المجموعة ثم يكتب العدد نقوم بعد عناصر كل مجموعة السلحفاء 1 2 3 ونقوم بكتابة العدد 3 المجموعة الثانية مجموعة الضفادع 1 2 3 4 إذن عدد هذه الدفاظة هي 4 ثم بعد ذلك يصل الطالب بخط بين الأشياء في المجموعتين ثم يحوط المجموعة التي تحوي عناصر أكثر نقوم بتوصيل كل سلحفاء بضفضع بهذا الشكل عناصر المجموعة الأكثر نقوم بتحويطها إذن مجموعة الضفادع هي الأكبر نقوم بتحويطها كما يلي ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة يصف الطالب الشكل الملون داخل الإطار ثم يحوط الشكل المماثل مماثل له يعني يكون شبيه له ويضع علامة خطأ على الشكل المختلف الآن طبعا نقوم بالشكل المماثل طبعا كلمة مماثل يكون لنفس الشكل واللون إذن نقوم بتحويط هذه المجموعة كما يلي سواء كان الحجم صغير أو كبير مثلث أخضر مثلث أخضر مماثل له يعني مثيلة في اللون والشكل في اللون وماذا والشكل المختلف نضع له خطأ بهذا الشكل هذا أيضا نضع له خطأ خطأ أيضا الشكل الدائري خطأ المربع الأزرق خطأ المثلث الأحمر خطأ ننتقل الآن إلى سؤال أربع يحوط الطالب الحصان الذي يقع قبل الحصان الرمادي قبل يعني يكون قدامه قبل يعني قدامه إذن نحوط على حصان الذي يكون قبل الرمادي الرمادي قبل يعني قبله قدامه يعني ويضع علامة خطأ على الحصان الواقع بعده وبعد يعني بعد الرمادي بعد الرمادي يعني يكون خلفه إذن بعد خلفه يعني في الأخير إذن هذا نضع له X والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته